السلام عليكم الأخوات كديري اللبس عليكم هانيين تمني شاء الله تكونوا كاملين بيخروا على خير ونبدأوا بالصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليكم مولاكم الأجرمون من الأخوات سنشارك معكم هذا الكيك هذا كنت فايته شاركته معكم صراحة سنأخذ فيه ثلاثة ديال بيضات وفانية سنطربوهم مزيان 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 مع بعض ديالاتهم ومن بعد غضي نضيفو كاس ديال الزيت مخلطة في واحد شوية ديال الزيت البلدية وغضي ناخدوه الأخوات التمر والزبيب اللي عندكم يعني أخذيت أنا خمسة درهم ديال التمر وخليت منها واحد شوية ديال الزبيب قطعتهم وقدرتهم بحلاء كوالي كان هاد الخليط كامل غضي نكبوه في المولينيكس وغضي نطربو غير واحد شوية باش نخلي في هادك هادوك الطريفات ديال التمر صافي هاد الكيك هذا صراحة صحي مية في المياه هنا يا أنتو ما غضي نضيف هنا يا الأخوات الزرع أنتو مرة كنوريه ليكم طحين ديال الزرع كاتجي خاطيرة كاتجي الأخوات الشادي نقول لكم كاتجي بحل المعلكة غضي ناخدو جوج خمارات سافي غضي نخلطو مزيان هاد المكوينات وغضي ناخدو واحد شوية ديال القرقع اللي كان عندكم من عندي هاد شوية هاد درتو وضفتو عليه واحد شوية ديال الزرعته هو باش هكا ما يهبطش لينالتحت واحد شوية ديال الملحة اللي تصحيح الضوق سافي غضي ناخدو هاد المول هذا اللي دهنتو ورشيتو بالطحين ديال الزرع الكيك خاطير الأخوات كي يجي يا سلام والله يا الخاطر جربوه صحي مية في المياه فيه مكسرات للوليدات وصحي مهم هاد والكيك ديالي ومع السلامة الى فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة